اسم الدرس حاجة النبات إلى الغذاء رابعاً أتثبت أقارن بين النباتات وأسجل ما لاحظته الإجابة عند إجراء التجارب السابقة تحصلنا على نبتة من بذرة في القطن وأخرى من بذرة في تربة صالحة ومسقية بالتالي نلاحظ أن النباتات قد تنمو في موضعين مختلفين لكن لتتم عملية النمو يجب أن تتوفر للبذرة العوامل الأساسية التي من شأنها أن تساهم في نمو البذرة ألا وهي الضوء، المياه، والهواء عد إلى ما سجلته على بطاقة المتابعة ماذا تستنتج؟ الإجابة نستنتج أن التربة ليست عاملاً رئيسياً للإنبات أو الزراعة وإنما هي مجرد وسط يحتفظ بالمياه والغذاء للنبات حتى يمتصه ويمكن استبدالها بأي وسط يقوم بنفس المهمة حتى وإن كان القطن خامساً أعلم يسعى الإنسان والحيوان إلى الحصول على الغذاء أما النبتة فهي ثابتة لذا يجب أن نعتني بها أكثر الأشجار تنقل هواء من التلوث لذا يجب أن نعتني جميعاً بغراستها وضمان غذائها المتمثل خاصة في الماء والأسمدة سادساً أطبق لاحظ بذرة بعد غرسها بيومين أو ثلاثة أيام وأرسمها الإجابة بذرة خلال اليوم الأول بذرة بعد مرور يومين أو ثلاثة أيام تمتص النبتة من التربة الماء هل تمتص معه أشياء أخرى؟ أذكرها الإجابة نعم تمتص النبتة الماء والأملاح المعدنية من التربة لاحظت أمك أن بعض النباتات بحضيقة المنزل ذبلت طلبت منك العناية بها ماذا ستفعل؟ الإجابة سأقوم بسقيها يومياً بكميات كافية من الماء دون الإفراط في ذلك أزيل الأعشاب الطفيلية من حولها أحوضها أي أثير التراب من حولها حتى يكون مشبعاً بكمية أكبر من الهواء لاحظت بستانياً يعزق الأرض تحت بعض الأشجار لماذا هو يفعل ذلك؟ الإجابة تجرى عملية العزق تحت بعض الأشجار لعدة أغراض منها تهوية التربة بتفكيكها وتسهيل نمو الجذور وتنشيطها إزالة الحشائش الضارة والتي تحمل المسببات المرضية للنباتات والأشجار وتنافس النبات الأصلي على الغذاء والماء ما هي فوائد النبتة؟ الإجابة للنباتات فوائد وأهمية عظيمة جداً على كافة المستويات منها مصدر الغذاء الرئيسي المباشر للإنسان والحيوانات العاشبة والكالشة توفر الخشب لصناعة الأساس والحطب والفحم كمصدر للطاقة تعتبر مصدر الأكسيجين الرئيسي للحيوانات والإنسان على حد سواء حيث ينتج الأكسيجين عن عملية التنفس النباتي تقاوم التصحر وتثبت جذورها التربة فتمنعها من الانجراف تعتبر النباتات مدخلاً صناعياً رئيسياً في العديد من أنواع الصناعات خاصة الصناعات الغذائية كصناعة العصائر والمواد الغذائية الأخرى سجل على الكتيب الذي صنعته في حصة التربية التقنية معلومات تبين أهمية الماء في حياة الكائن الحي الإجابة يعتبر الماء هو العنصر الأساسي لهذه الحياة ويكون الماء ما نسبته ثلاثة أرباع الكرة الأرضية يحتاج النبات إلى الماء وذلك لأن تسعين بالمئة من الماء الذي يأخذه النبات بواسطة جذوره يذهب في الجو على شكل بخار يستعمل النبات الماء في عملية صنع الغذاء كل الكائنات تحتاج الماء للعيش يستعمل الإنسان الماء في التنظيف والغسيل والشرب والطبخ سابعاً أقيم مكتسباتي أصلح الخطأ في كل جملة وأعلّي الإجابة نمت النبتة التي سقيتها بالماء وذررت بتربتها السماد وحافظت عليها داخل خزانة الفصل زرعت بذوراً في حديقة المدرسة وسقيتها فنمت تمتص النبتة الماء والأملاح المعدنية بواسطة جذورها الإجابة لا تنمو النبتة التي سقيتها بالماء وذررت بتربتها السماد وحافظت عليها داخل خزانة الفصل التعليل لأن النبتة تحتاج في عملية النمو إلى الهواء والضوء إلى جانب الماء زرعت بذوراً في حديقة المدرسة وسقيتها فلم تنمو التعليل لأني لم أرعاها جيداً ولم أحرس على سقيها بشكل يومي منتظم وبكميات كافية تمتص النبتة الماء والأملاح المعدنية بواسطة شعيرات دقيقة التعليل يقوم النبات بامتصاص الماء والأملاح المعدنية من داخل التربة بواسطة شعيرات دقيقة موجودة في الجذور